كم سهرنا من الليالي للصباح لا نمم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم زرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وأبناء طلبة الصف الأول السلام عليكم بأمر الله النهاردة مع بعض هنعمل مراجعة مهمة جدا مجموعة من الله سلام حلها أول سؤال مع بعض بول التركيب 22 زايد X يمثل حيوان مانا والإنسان بوايدة الإنسان خلية ترحم لأنسة إنسان طب ناخد حاجة حاجة احنا عارفين أن خلية بتاعة الزقر خلية الجسدية بتاعة الزقر فيها 46 كورموسوم 46 كورموسوم طيب ال46 دولة بقسمهم إزاي بقسم 46 كورموسوم دولة إزاي عبارة عن 44 زايد X Y ده بالنسبة لمن لخلية الزقر طيب الحقيقيهم منوي هو بيسألني على مين هنا حقيقيهم منوي يبقى الحقيقيهم منوي عبارة عن كام عبارة عن 22 زايد X أو 22 زايد مين زايد Y أو 22 زايد Y طيب هنا بقول لي هنا بيسألني على مين بيسألني على اللي هو 22 زايد X 22 زايد مين زايد X طب لو احنا خدنا الأنسة بالمرة عشان نفهمها بقى كويس احنا عارفين ان عدد الكورموسومات 46 كورموسوم صح ولا لا طيب عندنا فيه زكر وعندنا فيه أنسة الأنسة الخلاية الجسدية بتاعتها كام في المبيض عبارة عن 46 كورموسوم زا ما احنا اتفقنا اللي هي توزحها 44 زايد X لما اخد نصه ده في البويضة يديني كام 22 زايد X أنا حاول أصرع علشان الحل نحل كام من الأسئلة تمنية للخلية الزاكر مردك نفس الكلام 44 بس زايد X Y زايد مين X Y لما اجا وزحها يدينا الحالات المنوية هيكون عدي 22 زايد X أو 22 زايد Y طيب هو بيسألني على مين درائتي بيسألني على 22 X موجود في مين هنا موجود في البويضة تمام وموجود كمان في مين في الحالي المين المنو 22 زايد X يبقى احتمال يكون هنا واحتمال يكون هنا يبقى عندنا الإجابة اللي هي مين يمكن أن تكون في ألف أو مين أو بي في الاتنين تمام رقم اتنين تختلف الحالات المنوية فيما بينها من حيثه طيب نشوف كده مش جيل حالات المنوية اللي حلسة عملينها نحن عندنا الحالات المنوية ياماتر 22 زايد X ياماتر 22 زايد Y 22 زايد X ياماتر 22 زايد Y قول لرقم ألف عدد الكرمسومات التي تحملها عدد الكرمسومات هل كده فيه اختلاف كده مجموحهم كام 22 واحد ها يبقى كام 23 ودول 23 يبقى ازنان ما فيش اختلاف رقم به حجم الكرمسومات الجسدية هل الكرمسومات الجسدية هل الكرمسومات الجسدية هيكون فيها اختلاف طبعا لا هي هي ما فيش اختلاف الحجم زا ما هو رقم به نوع الكروموسوم الجنسي الذي تحمله طبعا دي الإجابة الصح نوع الكروموسوم الجنسي أنا عندي هنا إيه X وعندين هنا إيه Y وبالتالي ديت الاختلاف إيه بينهم في نوع مين الكروموسوم الجنسي رقم 3 يعود العدد الصيبغي للكروموسومات بعد حدوث عملية طبعا بيرجع مرة تانية بعد حدوث عملية مين اختران اندماج اخصاب تلقيح طبعا بعد عملية مين اللي هي إيه الاخصاب إزاي بسرعة عندنا ده الحين المنوي تن وعشرين ذائد اكس. يتحدث مع مين? مع تنين وعشرين ذائد اكس. هيديني كم? لما ده معدة هيديني أربعة واربعين. زائد اكس اكس. طبعا بتعبار انسعar. تمام? يأمتا متى ده معدة. يتحد 유 questioned معا. يتدوني وعشرين واتن وعشرين. ڭыш. زائد اكس مين. bei والحاله ده يكون اية ذكر. العاملة دي اسم unpreوقع الاخصاب. Lakshipp роз. رقم أربعة يقع زوج المصومات الجنسية في الإنسان بعد زوج رقم كام في الترتيب تابعا للحجم بعد رقم كام طبعا بييجي بعد كام بعد السابع بييجي بعد كام بعد السابع يعني هو ترتيبه التامن يبقى الترتيب بتاعه بعد السابع رقم خامسة الزوج رقم كام هو الأصغر في الحجم أصغر حاجة في الحجم يا تلاتين وعشرين طب ده صغير ماشي نشوف حاجة تانية كده سبعة لا طبعا تراتة وعشرين واحد ده واحد أكبر ما فيهم وعندنا تراتة وعشرين أكبر من تنين وعشرين احنا نعرفين طبعا الترزي الكرموسومي ترتيب تنازلي وهو عاوز هنا إيه الأصغري فأختار له مين اللي هي تنين وعشرين رقم سبعة رقم ستة الأول رقم ستة رقم ستة عدد الكرموسومات الموجودة في خليط الدم الحمرة في خليط دم الحمرة نفتكر كم يا جماعة طبعا سفر ستة أربعين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين طبعا كم سفر اللي هي سفر علشان خليط الدم الحمرة ما فيهاش نواة والكرموسومات موجودة جوه النواة تمام يبقى إذن بنختار سفر عشان ما فيهش نواة سبعة إذا علمت أن عدد الكرموسومات في جناح حشرة الدروسوفلة عدد الكرموسومات في جناح حشرة الدروسوفلة اتناشر كرموسوم طب يا ديها دلوقتي إيه خلية جسدية ولا جنسية جسدية حلواوي أوجد عدد الكرموسومات الجسدية في الخلية الجنسية لهذه الحشرة نركز مع بعض يطارة خمسين ستة يطارة خمسة دي خمسة تمام يطارة خمسة ولا ستة ولا اتناشر ولا اتنين ها نفتكر مين هو هنا خلي بقى إنا قال لي هنا إيه قال لنا هنا إن الكرموسومات كلها الجسدية كلها الجسدية الجسدية عددها كام عددها اتناشر صح ولا لا عددها اتناشر اتناشر كرموسوم وعاوز من عدد الكرموسومات الجسدية جسدية خلي بالكم في الخلية الجنسية طيب هنسأل نفسنا سؤال هي دلوقتي اللي اتناشر دولت اللي اتناشر دول عبارة عن ايه اللي اتناشر دولت فيه اتنين جنسي منهم اكس اكس او اكس واي صح كده هنشيل اتنين من اللي اتنشر تفضل لي كم يتفضل لي عشرة يبقى هنا فيه زائد عشرة يبقى دي عبارة خلايا مين خلايا جسدين حتى كده كويس طيب احنا دلوقتي عاوزين نيجي من الخلايا الجنسية والخلايا الجنسية نص دولت يبقى عندي هنا نص دول خمسة زائد اكس ايامة خمسة زائد واي صح او لا اقى طيب هل هو عاوز الرقم كله على بعضه لا ده بيسألنا على مين على كرمسومات مين الجسدية مين الجسدي اللي هو الرقم الاولاني هنا كام قدامي خمسة عرفنا جبناها ازاي ممكن نجيبها بطريقة تانية نقول الجسدية كلها كام اتناشر احنا عاوزين نجيب الجنسية الجنسية بكام نصة ستة بس نخلي بانا ان فيه واحد جنسة عندنا اللي هو ده فيه واحد جنسي تمام يبقى تفضل لي كام خمسة عندي يبقى اللي جابة خمسة يبقى اللي جابة رقم الف اللي جابة خمسة رقم تماني نسبة الامشاج من النوع التي ينتجها الفرض يزول تركيب الجيني اللي قدامي ده هي ترقم في المية والمنطقة البساطة بكتبه اللي قدامي ده اهو ايه كابتل بسمول 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 تمام اول مع اول ايه كابتل بسمول ده اول مشيك ده مع ده ده مع ده خلاص وده مع ده هيتطلع لنفس التركيب فاخد واحد من هم بس واندخذ ده مع ده بسمول بسمول طلعني كام طلعني وابصدقنا على مين بقى بنزود تركيب الجيني وابصدقنا على مين على ايه بي ايه بي Students طلعني كام طبعا ده خمسين في المية وده خمسين في المية هيب stabbed لجابة خمسين في المية هيبünü جابة قام خمسين في المائة. رقم تسعة. يعود العدد الصبغي الى صورة الزوجية. العدد الصبغي بيكون اعداد منفردة في الحينات المنوية او في البويضة. هيرجع لصورة الزوجية امتى? يرجع لمادة كلها ويدين الكرموسومات كلها امتى? طبعا بعد مين? الاسبوع السادس? ولا الاثناشر? ولا التالت? ولا الاخصاب? طبعا مين? عملية الاخصاب? بيرجع للعدد مرة تانية الى صورة الزوجية ويصبح ستة واربعين كرموسوم مرة اخرى. رقم عشر. رقم عشر. ولت الزواجة رجل وامرأة عيونهم بنية. هما الاثنين عيونهم بنية. وكانت نسبة الابناء الذين يحملون صفة لون العيون الزرقاء كانت كانت خمسة عشر في ما الربعة. ما الترز الجينية للاباء. عاوز الترز الجينية مين? للاباء. طيب. هو هنا احنا عارفين طبعا من قوانين مندل ان العيون البنية دي صفة ايه? سائدة. دي صفة ايه? سائدة. تمام? العيون البنية صفة سائدة. وعندنا العيون الزرقاء دي صفة متنحية. هنسأل نفسنا سؤال. ودلوقتي عشان الصفة المتنحية تظهر بالربعة. هتظهر ازاي? لازم يكون فيه جين. طبعا دي صفة متنحية. عشان تظهر لازم هنا الفرض ده ياخد جين من الاب وجين من الام. وبالتالي هنا هندور على اللي فيهم اتنين متنحي. هندور على اللي فيهم اتنين متنحي. نشوف كده. رقم الف. فيه طبعا سائد. والسمول متنحي. فيه واحد متنحية واحد متنحية بيزن دي الاجابة. طبع نشوف اللي بعدها. هنا فيه متنحي انما هنا مفيش. كله سائد. ها? فيه متنحي هنا مفيش. بيزن ما ينفعوش معاي هدي الاجابة. عاوزين نتأكد. نعمل على هيئة مسألة بسرعة. عندنا هوا الاولاني بي كابتل بسمول. تمام? مع فرض زيه كابتل بسمول. هنطلع على امشاك بتاعتنا. قدم نشيجي الاول وادي التاني عشان مختلفين. اول تاني. تمام? ده مع ده. يبقى الاتنين كابتل. ده مع ده. كابتل اسمول. ده مع ده. تاني مع اول. كابتل اسمول. ده مع ده الاتنين اسمول. طبعا ده اللي عيونه مين عيونه زرق اهو. والتلاتة دولة عيونه مين بنية. يعني طلع بالنسبة كام? خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في المية. تمام? ناخد اللي بعدها. احداشر. اه عند تهاجين فرض متماسل اللقاحة. يعني ايه متماسل اللقاحة? يعني الاتنين شكل بعض. الاتنين شكل بعض. يعني اول ار كابتل ار كابتل. ده اسمه متماسل. مع فرض متبين اللقاحة. متبين يعني ايه? يعني ار كابتل ار كابتل ار كابتل. تمام? كان الناتج طيب. نعمل على نهاية مسألة. نفترض اي رموزة عندنا. اسه الرمزة احنا عارفينه اللي هو ار كابتل. ار كابتل. 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 تمام? متماسل اهو. مع التين متبين اللي هو ار كابتل ار اسمول. تمام? تزاوج. هناخد واحد من ده. هننزل لاتنين. تمام? هننزل لاتنين ده مع ده يبقى ار كابتل ار كابتل. وعندي دمعة ده أركبة الأرس مول لما أجبص عد هنا شوف إيه الإختيرات اللي عندي بل رقم آلف 75 متماسل 25 متباين إيه رأيكم ده ده 50% لو متماسل و50% إيه لو متباين ده متباين يعني مختلف وده 50% إيه متماسل الجينات لإثنين شكلة بعض هندور على 50 و50 إيبه 50 متماسل و50 متباين إيبه الإجابة على طول اللي هي آخر واحد عندنا تمام رقم اتنشر رقم اتنشر عند تزوج فرض تركيبه جيني إيه كابتال إسمول مع فرض سائد متشابه اللقاحة يبقى عند ده أنا أعمل علينا السألة بسرعة يبقى عندنا اللي أولاني كابتال إسمول التاني اللي إيه التاني مع فرض سائد متشابه اللقاحة سائد يبقى اللي اتنين زي بعض آه تمام هننزل هنا الأمشاك بتاعتنا هناخد واحد من ده ده مع ده الاتنين كابتال ده مع ده كابتال سمول طيب حلوة بعوزي هو نشوف كده طالب من إيه بقول لي هنا فإن الناتج يكون أفراد سائدة ناقية هل الأفراد اللي كلها طالع عندي أفراد سائدة ناقية طبعا لا أنا عندي هنا نسبة 50% سائد ناقي وعندي 50% هاجين صح؟ ولا لا؟ تمام؟ يبقى زيدي مش هتنفع معي نشوف اللي بعده نصف الأفراد سائد هاجين والنصف الآخر سائد ناقي إيه رأيكم؟ سائد ناقي ها 50% والنصف الثاني سائد ايه هاجين يبقى زيدي اللي جابة صح يبقى اللي جابة رقم بيه 13 يساعد استخدام نسيبنا بالسؤال ده كده مش علينا 14 إذا علمت إذا علمت إذا علمت أن عدد الصبغات في خلايا مبيض أنسى الإنسان 46 ده لو مين؟ عدد الصبغات في خلايا مين؟ المبيض تمام؟ فهي العبارات الأياتية الصحيحة بندور على واحدة صح إحنا عارفين 46 تقسيمها كم هو بقول اللي الآن سأخلي بالنا 46 يعني تقسيمها 44 زائد XX تمام؟ طيب نشوف كده اللي ينطبق معنا رقم ألف توجد في هذه الخلايا زوج من الكروموسومات الجنسية إحنا عارفين الرقم اللي أولين يسمعه إيه يا جماعة؟ كروموسومات كروموسومات جسدية وده كروموسومات جنسية صح ولا لا؟ طيب حلو قوي بقول اللي توجد في هذه الخلايا زوج من الكروموسومات الجنسية المتمثلة ما اللي اتنين شكل بعض هم فيه اتنين جنس شكل بعض بإذن دي جابة صح طيب نشوف اللي بعدها توجد في هذه الخلايا زوج واحد من الكروموسومات الجنسية الغير متمثلة لا طبعا الكلام دا لو هاي كان إكس هو هاي يبازل نجابه على طول يمين رقم ألف رب يكون في منها رقم خمستاشر إذا احتوى الحيانون منوي لأحد السديات على اتناشر كروموسوم فيه كم اتناشر كروموسوم جسدي خلي بالنا جسدي فإن عدد الكروموسومات فيه خلايا طب ناخد حتة حتة كده وبقول لي هنا ايه حيانون منوي احنا عارفين حيانون منوي دا بيحتوى على نص المادة الورصية صح ولا لقى لأن حيانون منوي وهنا قال لي فيه كم فيه اتناشر جسدي اتناشر جسدي احنا عارفين حيان منوي اتناشر زائد اكس يعني متن يكون اتناشر زائد واي صح ولا لقى طب الرقم اللي قدامي دا مش دي اسمها خلايا ايه جسدية ولا جنسية ده جنسية يبا دي خلايا جنسية دي خلايا جنسية طب فيهم كم اتناشر واحدة ومي وكم يبقى تلاتاشر يبقى عند الخلايا جنسية فيها كم تلاتاشر هو عوز مين فان عدد كرومسومات في الخلايا الخصية طب الخصية دي خلايا ايه نحا ايه خلايا جسدية يعني احنا نجيب الضعف يبقى تلاتاشر زائد تلاتاشر يطلع لي كم ستة وعشرين يبقى الاجابة ستة وعشرين اذا علمت ان جن طول الساق في نبات البازلاء سائت ده اللي هو مين طول على جن قسر الساق فعند تهجين نباتين من البازلاء كلا هما هما الاتنين طويل الساق هاجين يبقى هما الاتنين طويل الساق هاجين يعني نعمل تي كابتل تي سمول تي كابتل تي كابتل تي سمول التاني زيه كابتل سمول هننزل الامشاج كابتل سمول ده المشيج الاولاني والتاني والتاني زيه هناخد الاول مع الاول اتنين تي كابتل هه كابتل سمول ده معده كابتل سمول ده معده الاتنين سمول عندي طبعا التلاتة دول طويل الصاق وده قصير ايه قصير الصاق بنسبة 25% نسبة 75% نسبة 3 الواحد نشوفه عاوز ايه فإن نسبة النباتات قصيرة الصاق في جيل الناتج في جيل الناتج يطرق يكون كام قدامي طبعا يكون كام اللي هي كام زي ما احنا شايفين قصير الصاق كام 25% بنختار 25% 17 عند التهجين بين النباتين شمام احدهما اصفر مستدير هجين الصفاتين اصفر ومستدير نختار اي رموز عندنا مش مشكلة رموز اي رموز تعجبنا تمام وهم نفكر ونحل صح نشوف كده وقال لاصفر ان نفترض مثلا لو هو وي كابتل تمام طيب قال لاصفر مستدير مستدير هنعمل مثلا سي كابتل بس هنا خلي بالنا هنا قال لهجين هجين فنعمل وي كابتل وي كابتل سمول تمام سي كابتل سي سمول مع الفرد التاني مع اخر ابيض مستطيل يعني الاتنين متنحيين يبع عندي هنا هنعكس الصفة نخلي كله متنحي بالنسبة لنا الاتنين سمول الاتنين سمول هل نبدأ كده نطلع الافراد بتاعتنا ونزل الامشيك ده معده يبقى كابتل كابتل ده قول مشيك ده معده كابتل سمول ده معده سمول كابتل ده معده الاتنين سمول تمام ناخد واحد من ده واحد من ده الاتنين سمول سمول الاتنين سمول بعد كده نطلع الافراد اللي هي عندنا ناخد ده معده يبقى عندي كابتل كابتل سمول كابتل سمول ده معده كابتل ها سمول 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 ده معده سمول سمول كابتل سمول ده معده كل سمول تمام طيب عوزي هو بقى فيكون ناتج التهجين يا ترى كم زي ما احنا شايفين كده الصفات هنا نسبة زي ما احنا شايفين واحد الى واحد الى ايه الى واحد يبقى عندي هنا كل مختلف عن ايه عن التاني زي ما احنا شايفين هنا في جين سايد هنا فيه سايد هنا سايد لون اصفر وهنا سايد فيه اللي هي صفة اللي هي الصفة اللي اللي عليه و هو مستدير تمام وهنا متنحفين في الاتنين يعني النسبة عندي كام واحد الى واحد الى ايه الى واحد يبقى testosterone عندنا رقم بين السؤال اللي بعد كده اه اذا علمت ان الصفة المحقة احنا عروفين طبعا المحقة ديت اللي هي غيابه هو ايه اللي عليه اوه غياب صفة اللي هي الميلانين دي بيكون موجود في الجلد او الشعر او العيون صفة من دليل متنحية متنحية في الانسان. عند تزوج رجل امهك بامرأة تحمل جين المهكة. رجل امهك. وقال لي هنا ايه? اه ازا علامت ان صفة المهكة صفة من دلية متنحية. على المسؤول احنا هي جينات ايه? متنحية خلي بالي من الكلام. تمام? اما متنحية عندي هنا وقال لي هنا رجل امهك. الرجل اهو رجل امهك يعني الاتنين بامرأة تحمل جين المهكة. تحمل تحمل خلي بالي من الكلام تحمل يعني ايه كابتال اسمول. نعمل على ايه مسألة. هننزل الامشاج بتاعتنا. دي الامشاجة ها. هناخد واحد من ده. هناخد ده مع ده. كابتال اسمول. ده مع ده. الاتنين اسمول. انا بحاول حلي بسرعة عشان ما يبقاشر وقت الفيديو طويل. هنا طبعا طلعا خمسين في المية بيحمل الصفة وعند خمسين في المية مريض. ده مريض وده سليم. نشوف الاختيارات عندنا. احنا في رقم 18. اه يكون احتمال ظهور الصفة في الابناء. من اللي طلع مريض قدام يهم. ده المريض. نسبته كام? خمسين ايه? خمسين في المية. ايه بالاجابة خمسين في المية. تسعة عشر. عند تهاجين نباتين يحملان التركيب الجهنية اللي قدام ديات في ان احتمال انجاب افراد هاجين للصفاتين معا يكون بنسبة يطرة كام? طبعا لازم تعمل مسألة. نعمل عليها مسألة بسرعة كده. مسألة بسرعة. ها? عندنا كده هنكتب اللي هي الهي قدام كده. الترز اللي هي قدام ديات. كابتل سمول لاتنين كابتل. تمام? وهنا كل سمول كل سمول. سمول 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 سمول. هنعمل هنا هننزل المشاك بتاعتنا الاول زي ما احنا تعلمنا. اول مع اول كابتل كابتل. تمام? ده اول ما شهيك. اول مع تاني. اول مع اول اهو? اول مع تاني هطلع لي هو خلاص مش منتلازم واحد كفاية. ناخد ده مع ده. لو هوا سمول كابتل. اللي عملنا ده مع ده هيطلع لي هو هو خلاص كفاية نكتفى بدا. ناخد ده مع ده وهيطلع لي واحد بس كفاية برضك. تمام? لان خدت الدمع ده يطلع لي زيه. كفاية دولت. نبدأ دمع ده كده. دمع ده. طيب نشوف كده اللي هو مدهوني كده. نشوف اللي هو مدهوني. هنا بقول لي عنده تهجين ده فان فان احتمال انجاب افراد هجين للصفاتين. هجين في الاتنين. طيب. يطرع احتمالها كام? يطرع الافراد اللي هي الهجين اللي هي طلعك للصفاتين معا اه بيكون نسبتها كام سفر ولا تسعة على ستاشر ولا واحد على اتنين ولا اه الربع. الهجين. طلع الافراد اللي عندي كام عددهم كام? عددهم اتنين زي ما احنا شايفين هم. تمام? طيب. انا عنده فين الافراد الهجين? ده الهجين اهو. كابتة سمول. كابتة سمول. صح? انما دول got متنحيين ودول اتنين دول ايه? اللي هو صفة هجين اه اه, دي بالنسبة لصفة دي بالنسبة لصفة. دي كده متنحية. ما هنفعش اقول عليه هجين. تمام? دي بالنسبة لكده. دي بالنسبة لنا صفة هكا هكيا ودي صفة تانية هكيا. يبه هي دي الوحيدة اللي طلعت. يبه نسبة كام واحد نص يعني نسبة خمسين في المية يبقى خمسين في المية اللي هي نص هم اتنين خدت واحد منهم هو يبقى كم نص يعني نختار واحد على اتنين دي واحد على اتنين اللي هي نص عشرين حدث اتزاوج بين فردين متبيني اللاقحة متبيني اللاقحة يعني الاتين مختلفين فكان ناتج هذا التزاوج ستين فرد هنعمل اي صفة تعجبنا اي لون يعجبنا قال لي هنا فردين ما لهم متبيني اللاقحة متبين اللقاحة يعني نفترض ناسم تمام متبين اللقاحة هنزل امشك بتاعتنا وهنا نفس الكلام اول مع اول ده معده ده معده ده معده ده معده ده معده طبعا تلاتة همت عندي سيد واحد ايه هاجين طيب واحد اصد ايه متنحي نشوف الاختيارات كده اه هو هنا قال لي هنا التزاو ده كان كام كلهم على بعض كده طلع لي ستين فرض الافراد اللي طلع كلها كام ستين فرض طب كل واحد من زي ما احنا عارفين ده خمسة وعشرين في الماية خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين يعني كل واحد بالنسبة لي خمستاشر فرض ده خمستاشر وده خمستاشر وده خمستاشر وده ايه خمستاشر تمام يبقى كل واحد بكم بخمستاشر ايه فرض بيسأل علمين بقى. فان عدد الافراد التي تحمل الصفة السائدة. السائدة. يا طرح يكون كم? ها? فين السائد? ده عندي سائد. وده سائد. وده سائد. وصحيح السائد هاجين بس سائد. طب دول كم? خمستاشر خمستاشر تلاتين وخمستاشر مكام خمسة واربعين. بالاجابة خمسة واربعين. واحد وعشرين. وراسة الريش في الدجاج الاندلسي يتحكم فيها. يترى كم من الجينات? زوج اتنين اه تلاتة اربعة طمعا اي بيكون اي زوج من اين? زوج من اجينات. اربعة اتنين وعشرين. اه عند تهجين نبات شاب الليل كورنفولي الازهار. نعمل عليها مسألة بسرعة. مسألة. قال لي هنا ايه? نبات شاب الليل كورنفولي? مع نبات اخر ازهره بيضاء. كورنفولي اللي هو كان ار دابيو. تمام? ابيض لاتنين دابيو. تمام? هننزل اللي هي المشاك بتاعتنا. هناخد واحد من ده. ده مع ده. ار دابيو. ده مع ده لاتنين دابيو. طب ده عندنا ايه? كورنفولي. وده ابيض. ده نسبته كام خمسين في المية. ده نسبته كان خمسين في المية. طالب مننا ايه? فتكون نسبة الافراض الحمراء. وفي احمر طالع قدامي. ضابيو كورنفولي مفيش احمر وبالتالي هناختار مين? سفر. يبقى الاجابة سفر. السؤال اللي بعد كده? السؤال اللي بعد كده. يتأثر جين. يتأثر جين تكون كل رفوع اللي فيه النبات بعمل بي هو طبعا مين? لو ايه? يترى الرطوبة. اه حرارة. الضوء. الضغط طبعا هيكون مين? لو ايه? الضوء. يبقى عندنا الضوء. يمكن تمييز الطرز الجيني من الطرز المظهري في حالة يترى مين? ان اهدام السيادة? صح ولا لأ? ايوة صح. ليه? احنا عندنا اعرفين ان ان اهدام السيادة عندنا فيه تلات حاجات. فيه تلات حاجات. تلات بسرعة عشان حاجات دي صعبة. عندنا ندام السيادة زي مثلا شاب الليل. عندنا فيه تلات الوان. فيه لون احمر. فيه لون ابيض. فيه لون كورونفولي. الاحمر اركابتل اركابتل. الابيض الاتنين دابيو. القورونفولي ار دابيو. ده طراز مظهري. ده طراز جيني. هل في احتمال تاني اللون الاحمر? لا. هو ده بس. طب الابيض هو ده بس. كورونفولي هو ده بس. يبقى ازا انعدام السيادة معي. طيب. الصفة المتنحية ايه رايكم? لما نقول اللي هو لون الظهرة اللي هي ار اسمول ار اسمول. هل في احتمال تاني اللون الابيض بالنسبة للظهر? ما فيش احتمال تاني. فإزا دي صفة متنحية. تمام? وبالتالي دي كمان صح. يبقى ازا عندي اللي الاجابة الف وبي صح. انما السايدة لا غلط. ليه? السايدة والله هي عندي احتمالين لون احمر مثلا. لما اقول اركابتل اركابتل. ده لون احمر. طب لما ار اسمول. الاتنين دول لهم ايه? احمر. طب ده الدراس اللي هو مين? ده الترز مين? اللي هو المظهري. ده الترز مين? الجين? او ده. طالما ده او ده في احتمالات يبقى ازا ما ينفعش. ده لا يدل على ده. تمام? يبقى عندنا الاجابة هما الاتنين مع بعض. اللي هي نعدام السيادة. والصفة مين? المتنحية. خمسة وعشرين. صفة لون اظهر بسلة الظهور تندرج تحت نمط وراسي. يا ترى ايه? اول حاجة عندنا كده. جينات متكاملة. سيادة تمة. ندم سيادة. كل ما سابق طبعا ايه? بسلة الظهور طبعا مين? اللي هي جينات مين? المتكاملة. ستة وعشرين. فاصلة الدم ايه بي? نمطها الوراسي هو ايه بي? يا ترى ايه جينات متكاملة. طبعا لا. سيادة تمة طبعا ايه. عشان عندنا ايه لا يسود على البي? والبي لا يسود على ايه? على ال ايه. انما هما الاتنين بيشتركوا فيه اظهر صفة جديدة اللي هي فصيلة اللي هي ايه بي. تمام? سبع عشرين. فاصلة الدم هو نمطها الوراسي. طبعا ايه احنا عارفين دي صفة متنحية. فبالتالي دي بتعتبر ايه انعدام مين? انعدام سيادة. آآ تمانية عشرين. تتضمن فصائل الدم سيادة تمة? ايه وفيها سيادة تمة. ليه? احنا لسا عالين. ال اي والبي لا يسود احدهم على الاخر. انعدام السيادة زي مين? زي ال او. ال اي يسود على ال او. والبي يسود على مين? على ال او. فيها الاتنين دول. وفيها كمان تعدد مين? البدائل. يبايزن فيها كل ما سبق. تسعة عشرين. آآ نسبة الابناء التي تحمل الفصيلة او. آآ النتجة من تزوج رجل فصيل الدم او اي بي. من فصيل الدم او هنعمل عليها مسألة. يبقى دي مسألة. مين مع مين? قال لي. الرجل اي بي. الرجل اي بي. تمام? طيب. وامرأة او. امرأة يبقى او. طبعا او ما ينفعش اسابق لوحدها. لازم نحط شين كمان معها. تمام? طيب. هناخد واحد من ده. والاتنين ده اللي هينزله. الامشاجة عندناها. ده مع ده يبقى اي او. وده مع ده اللي هو بي او. طبعا ده بيسود على ده. فالتالي هنا يطلع للمين فصيلة ايه? وده يطلع للمين فصيلة مين اللي هو البي. نسبة خمسين في المية خمسين في المية. نشوف الاختيارات. احنا في رقم تسعة واشرين. آآ نسبة الابناء التي تحمل فصيلة ايه? او. هو بيسأل على او بقى. طب هنسأل نفسنا كده سؤال. هنسأل نفسنا سؤال. هو فيه او طلع عندي. ده ده الفاصيلة مين? ايه? الفاصيلة مين? بي. مفيش او. هو بتالي النتيجة سفر. يبقى الاحتمال سفر. السؤال اللي بعد كده. ازا كان احد الاباء فصيلة دمه ايه بي. ده احد مين? احد الاباء. فلا يمكن ان ينجب طفل فصيلة دمه يطرى ما ينفعش يطلع لنا فصيلة دمه ابنه يكون فصيلة دمه ايه? ايه بي ممكن يجي. البي ممكن يجي. الايه ممكن يجي انما الاب مستحيل يجي. ليه? علشان الو فصيلة متنحية. تمام? لازم هيطلع لي اتنين او. هياخد جين من الاب وجين من الام. طب فيه واحد عنده ايه بي. معندهش او. وبالتالي هنا مستحيل يطلع لمن اللي هو الو? واحده وتلاتين. تعتبر فصيلة الدم مستقبل عام بلا قيود. مستقبل عام زيما احنا عارفين اللي هي الايه بي. تمام? طيب. يبقى عندي هنا الايه بي. اللي هي مين عندها الابي اللي هي موجب. موجب طبعا دي معناها اللي هي ار اتش موجب. من يجي اتنين وتلاتين. تعتبر فصلة الدم معطي عام بلا قيود. طبعا المعطي عام اللي هو مين? الاو. وعند يطار او موجب ولا او سالب طبعا نختار مين? او سالب هو اللي ممكن يديل اي حد. تلاتة وتلاتين. ازا كان فصلة الدم محمد هي بي سالب. وهو في حاجة الى آآ نقل الدم. فان الفصيلة التي تناسبه هي يطار ايه ولا او? ولا ا انا واحد من دولت. طبعا اللي جابع عندناك مين? من نفس الفصيلة. هو عندي هنا بي بي سالب خلي بالنا. طب ما فيش هنا بي سالب. طب نشوف كده الاحتمالات. بصوا معايا كده نفتكر بسرعة. نفتكر بسرعة كده. اللي هي فصال الدم. احنا عندنا اربع فصائل صح? الا والبي والاو والاب. تمام? اربع فصائل اللي احنا عارفينهمهم. كل فصيلة ينفع تدي الواحدة زيها. مفيش مشكلة. فانا عندي هنا بيقول بي سالب. فالبي سالب ده البي سالب اللي هو بسألنا عليه ده. ينفع يدي له واحد بي سالب زيه. تمام? حلو قوي. طيب ده اول احتمال. طب نشوف الاحتمال التاني كده. محنا عارفين الاو ده معطي عام. ينفع يدل ده. ينفع يدل ده. وينفع يدل ده. وينفع يدل ده. وينفع يدل ده. وينفع يدل ده. بالشكل اللي قدامي ده. الاو ينفع يدل ايه والبي طب هنا يسألنا على B يبقى ال O ينفع يديها. طب ال O مين بقى؟ O سالب ولا موجب؟ لا لازم يكون ده سالب. لازم يكون ده سالب رصص يعني خالي من نعمل رصص. فنختار كمان مين اللي هو O سالب كمان ينفع يدي له. يبقى ينفع ده يدي له. وينفع ده يدي له. طيب اللي موجود بقى نختاره. عندي ايه؟ سالب مفيش. نختار واحد من دولت. وموجب لا موجب لا سالب اوه هي دي الاجابة بي موجب لا ده مفروض مين السالب هو الايه اليديو يا رب اكون في امها هنجل السارقم اربعة و تلاتين اسره من اب وام وطفلين فصائل دمهم جميعا مختلفة نخلي بنا من الكلام فصائل الدم الام ليس بها مولدات التصاق ما فيهاش مولدات مين التصاق طب مين نمعندوش مولدات التصاق اللي هي الفصيلة او يبقى معنا كده الام عبارة ايه عبارة او فما فصيلة دم الاب هي يا طرح يكون ايه من دولت طيب نعملها بسرعة كده لديت مسألة طبعا الاب هيكون عند مين اللي هو الاب اللي جابة عندنا ايه بي طب ليه عندنا الام زي ما احنا قلنا اللي هو ال او دي الام طب الاب الاب التفاني اي بي عندنا هناخد جين من ده وهناخد واحد من ده دي الامشاجة عندنا اول مع اول يبقى ايه او دامها ده يبقي او تمام طيب دي يطلع لفاصيلة مين ايه وده يطلع لفاصيلة مين اللي هو البي يببוא دلوقتي يتطلع للكم فصيلة طلع لتنين تمام يبقى عندنا هنا احد الابناء فاصيلة دمه ايه الابن التاني فاصيلة دمه بي اللي ام فاصلتها هو اللي اب فاصلته مين اي بي يعني الاربع فصائد المختلفين يعني هنا كل فرد من الامفراد فاصلته مختلف عن مين عن الآخر عائلة تحتوى على 100 فرض فإن من المتوقع أن يكون أفراد موجب عامل ريسيوس حوالي كم نحن عارفين طبعا حوالي 85% من الأفراد بيكون مصابين بمين بعمل ريسيوس يعني RH موجب يبقى عندي حوالي كم 85% الـ 15% دولها يكون مين سالب مين عامل ايه عامل RH يتحكم في ورصة عامل ريسيوس من الجينات يا طرق دي ايه طبعا زي ما احنا عارفين يكون ايه تلات ازواج من اين تلات ازواج من الجينات عند تهاجين نبات بسلة ظهور ابيض الازهار مع اخر قرموز الازهار ابيض مع قرموزي تمام كان 3 على 8 ناتق قرموزي يعني معنا كده هيطلع عندي كم فرد هيطلع عندي تمن افراد تمن افراد يعني لازم هنا احد الامشاج يطلع لي اللي هو احد الافراد يطلع لي اربع امشاج فنختار مين هنا اللي يطلع لي اربع امشاج اللي هو نشوف كده الاختيارات ندور عليه هنا لأ مش موجود هنا عندنا هو ده اللي يطلع لنا مين اربع امشاج اللي جاب على طول مين رقم ب يبقى اللي جاب رقم ب هو ده اللي يطلع لنا مين اربع امشاج والتنى ده يطلع لمشاجين وبالتنى ده اللي يطلع لمين تمن افراد تمام؟ نعملها بسرعة كده نعملها بسرعة عشان نتأكد عندنا هنا الفرض الأولاني احنا قلنا اهو اي كابتل بي كابتل بي سمول تمام؟ الفرض الثاني الاتنين سمول وبعد كده بي كابتل بي سمول نركز مع بعض كده هننزل هنا الامشاج احنا قلنا ده يطلع ليه أربعة امشاج اول مع اول يبقى كابتل كابتل اول مع تاني كابتل سمول ده معده سمول كابتل الامشاج بيعملها بنفس الترتيب يا جماعة ده امشاج بيعملها بنفس الترتيب حتى لو سمول الاول ده معده الاتنين سمول طب ده هدي نمين ده معده ايه بي كابتل تمام؟ وده معده ايه بي سمول طيب هنبدأ ناخد كل واحد من دولت مع مين مع دولت فعندنا ده ده مع ده كده يبيني ايه كابتل هاها اسمول كابتل كابتل الفرض تاني هيا اخد ده مع ده كابتل كابتل اسمول كابتل اسمول تمام? ده خلصنا ناخد ده معده. كابتل سمول كابتل سمول. ده معده. كابتل سمول. تمام? الاتنين سمول. ده خلصنا ناخد ده معده. الاتنين سمول كابتل كابتل. ده معده. سمول سمول. تمام? وبعد كده كابتل ايه? كابتل سمول. خلصناها. نخط ده مع ده. سمول سمول كابتل سمول. اخر واحد ده مع ده. لاتنين سمول لاتنين سمول. طيب نشوف كده الافراد. عندنا ده لون وين? كرموزي. ده كرموزي. كرموزي. في كرموزي تاني. الباقي ده كله ابيض. ابيض ابيض. حرف الالف ابيض هو. ابيض ابيض ابيض. عندي كم كرموزي? تلاتة. يبقى تلات على التمانية. تلاتة على التمانية. جبنا التمانية منين هما كلهم عددهم تمانية اربعة اهمت واربعة اهمت. يبقى كم? تمانية. وهم الكرموزي كام? تلاتة على التمانية ده كرموزي. والابيض عندي كام? فتضل الخمسة. يبقى خمسة على كام? خمسة على تمانية. يبقى خمسة على تمانية اللي هو ايه? ابيض. يبقى دي اللي جابة احنا ايه? احنا اتفاقنا. تلاتة على تمانية هو كرموزي. وخمسة على إذا تم تاجي النباتين من بسلة ظهور كلا هما طرز الجين ده هما الاثنين زي بعض تكون نسبة ظهور اللون الغبيض يطار حوالي كام طبعا دي مسألة برضا نحاول نعملها بسرعة كده هنا قال لي الاثنين زي بعض تمام التاني زيه هننزل هنا الامشاك بتاعتنا هناخد واحد من دولت واحد ده مع ده وده مع ده ده مع ده هنا ده زيه نفس الكلام نفس الامشاك ها تمام اول مع اول يبقى كله كابتل تمام ده مع ده كابتل 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 اسمول ده مع ده كابتل كابتل صح كده كابتل اسمول ده مع ده كابتل كابتل الاثنين اسمول نشوف كده الالونة اللي طالت عندي ده لونه ايه كرموزي ده لونه كرموزي ها كرموزي ابيض بيسألنا على مين على الابيض صح بيسألنا على مين نسبة زهور اللون البيض عند تزوج فرين كله هما أصفر اللون طبعا لا لأن هذا يموت لا لأن الأصفر يموت اشتركوا الراحل يموت الفرده لانه ناقي يموت نسبة 25% ويعيشه الاتنين دوله الاصفر وده رمادي فان عدد وقال لهنا كان الناتج بعد الولادة اتنشر فارج يبقى الثلاثة دولار عددهم كان اتنشر فارج ليه عشان ده مات عشان نحسبه ونحسبه معانا يبقى كل واحد بكام باربعة ده باربعة وده باربعة وده بكام باربعة كل واحد باربعة فان عدد الفرده لانه يقوموا القيام باربع اربع اه اربع افراد اربع اربع اه جبا سادسة عند تاجين فارج اصفر اصفر مع انغروماضي يبقى اصفر مع رمادي اصفر مع رمادي اصفر مع اصفر 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 مع اصفر وسمال ينضرب الامشاج ينضرب كل منهم وهي مختلفة ينضرب الامشاج ينضرب الامشاج ينضرب الامشاج الى الصفر 50 في المياه الماضي يسمى اللي جابة عندنا ليمين رقم رقم الف السؤال الى اللي بعد كده النسبة بين الطرز الجينية لفصال الدم الى البازلاء الزهور البيضاء طيب الطرز الجينية لفصال الدم عددها كم؟ ده عددها عددها 6 عندنا 6 طرز الجينية هعنى عارفين فصال الدم 4 إنما طرز الجينية 6 طيب والطرز الجينية اللي بيزلاء الزهور البيضاء فيه طبعا فيه خمس احتمالات عندنا خمس احتمالات يبقى ستة الخمسة ستة الخمسة بالإجابة رقم ألف السؤال اللي بعد كده اتنين واربعين النسبة بين عدد الطرز المظهرية المظهرية لجينات المميتة السائدة تمام الى الجينات المميتة المتنحية يطرى كم؟ طيب نقرأ السؤال ثاني النسبة بين عدد الطرز المظهرية هجينات المميتة السائدة طيب السائدة عندنا فيه احتمالين زم احنا عارفين يين مين وي كابتل وي كابتل ده أصفر وده هيموت والاحتمال الثاني وي كابتل وي سمول وده هيعيشي يبقي دول اثنين اصفر بالنسبة لنا يبقي فيه كان طرز مظهري اثنين عمد دع تمام الت دعين اللون هو 1 يكون رماضي بالنسبة لصفة المميتة السائدة يوجد طرازين سواء يموت أو عيش واللون الثاني يكون رماضي النمج جينات المميتة المتنحية مثل غياب كولوروفيل في نبات الضرة طبعا ديت لون واحد بس الأخضر هو لا يعيش في صفة واحدة فقط تلاتة واربعين أنجمت أم ثلاث بنات وحملت المرة الرابعة فإن نسبة أن يكون الحمل الرابع زكر تمثل يتركا في المية والله احتمالات خمسين في المية على طول لأن احتمال X يتحد مع Y هي كبل زكر X مع X من البيضة مع الحيوان المنوي هيكون من أنسة في النسبة كام؟ 50% 44 عدد كرمسومات الجسمية الموجودة في خليط مبيض أنسة داون عدد كرمسومات الجسمية في أنسة داون في أنسة خليط مبيض طب هي كانت كام أنسة داون؟ 45 زد A زد XX صح؟ 45 زد XX فهنا يسألنا على مين؟ عدد كرمسومات مين؟ الجسمية اللي هي جسدية يعني اللي هو أول رقم عندي اللي هو أول رقم عندي اللي هو كام؟ 45 يبقى الإجابة؟ 45 كل الحالات التالية تنشأ بسبب الشزوز في كرمسومات الجنسية عدد يطار مين؟ زكر كلين فلتر زكر كلين فلتر طبعا كان شزوز في كرمسومات الجنسية كان فيه واحد زيادة كان X X Y فكان فيه واحد X زيادة أنسة تينر كان فيه واحد نقص في X أنسة داون؟ لا أنسة داون كان في الجسمي كان 45 زد XX زي بحمل لسه من أول أهوه وأنسة وزكر داون هما الاتنين طبعا مع بعض وزكر كمان نفس الكلام كان 45 زايد مين زايد X Y فإذن دي اللي جاب عندنا دا مين؟ آخر واحدة السؤال اللي بعد كده عندها إخصاب بويضة أنسة خالية من كرمسوم جنسي يعني X zero بحيار ما هو يحمل X فإنه ينتج يعني إيه معنى السؤال؟ بويضة اللي هي 22 zero خالية دي اسمها خالية تمام من كرمسوم الجنس X مع حيار ما هو يحمل X يعني 22 زايد X نجمع كده يبقى كام عندي 44 زايد X zero حالة مين؟ حالة تينر طبعا ديت حالة إيه؟ حالة تينر يموت الجنين في بطن أمه إذا كان تركيبه الصبغي يطرى مين من دولت؟ زاكر كلين فلتر؟ هيموت؟ لا تينر؟ لا تضعف الصبغي؟ لا ده اللي هي موت ليه؟ علشان هنا مفيش الكرمسوم X الكرمسوم X جماعة مهم للحياة مهم لازم للحياة طالما مش موجود إنسان ده يموت 48 الجيل الأول يلقح نفسه زايتيا فيه؟ الجيل الأول يطرى زايتيا في مين؟ الجينات التامة في بازلاء الخضر؟ ولا جينات متكاملة في بسلة الظهور؟ ولا نعدام السيادة في شاب الليل؟ ولا جميع ما سبق؟ الجيل الأول يلقح نفسه زايتيا نختار مين؟ طبعا نختار مين؟ اللي هي جينات متكاملة في مين؟ في بسلة مين؟ في بسلة اللي هي الظهور 49 عند وضع مدرات زورة بيضاء اللون في الشمس ولم يتغير لونها بعد عدة أيام فإن هذه المدرات يطر إيه اللي يحصل لها طالما لونها ما تغيرش يعني كده ما فيه الجين؟ هتموت ولا لأ؟ طبعا هتموت يبه هتموت إيه بعد فترة؟ مش هتغير لونها لحاجة ولا هتعيش إيه اللي يحصل لها إيه؟ هتبدأ إيه؟ هتبدأ تموت عند رفع درجة حرارة أحد بويضات حشرة الدروسوفيلة رفع أين درجة الحرارة أنجمت فرضا بيئة أجنحة طويلة عكس البيضات التي لم ترفع درجة حراراتها هذه الحالة تصف يطر إيه؟ تأثير عمل بيئة وغياب الجين طب هل كده الجين مش موجود؟ لا طبعا ما للعمل بيئة يشتغل على إيه؟ يبه دي ما ينفعشي وجود الجين ووجود العمل البيئة الذي ينشطه طبعا دي الإجابة الصحة تمام؟ رقم 51 بواسطة الزكر ولا الأنسة ولا درجة الحرارة ولا جميع ما يصابق جنس الجنين في الكائنات الحائلة مieni بيحددهم؟ ممكنم هنا فلانسان طالما الكائنات الحائلة اسمت ليın موضوع مفتوح في بعض الكائنات الحائلة بيحددها الزكر مثل الإنسان في بعض الكائنات زي investigación والكائنات في والسلاح به ما slaughtered يدع درجة الحرارة ايه بيزا اقول له ايه ان جميع ما سابق. اتنين وخمسين. عند اتحاد بويضة تركيب بتاعها ده شازها مع حيوة منوية عادي حيوة منوية عادي فالانسان ينتج ينتج اول حاجة تنتج كمية هرمونات انسوية عالية ما نفترض اللي هو الحيوة المنوية ده اللي هو اللي عادي يعني اتنين وعشرين زائد اكس مثلا تمام وبالتالي هنا يكون عندنا فيه اربعة وربعين زائد اكس 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 تلاتة اكس يعني فيه واحد زيادة وبالتالي لا يطلق له هرمونات زيادة يعني دي هتصح بالنسبة لنا. طيب نشوف اللي بعدها. زكر دون زكر دون طبعا لا ده خمسة واربعين جاسة دي وده انا هيدينها كام اربعة واربعين ما ينفعش معنا. احنا هنا البويضة اتنين وعشرين زائد اكس. حيوة منوية قصدي. تمام? او اتنين وعشرين زائد مين زائد واي. فلو اتحدت ده مع ده هيكون اللي كام اربعة واربعين زائد تلاتة اكس. تمام? تلاتة ايه? تلاتة ايه? تلاتة عندنا. لو اتحد مع ده. ايبه كام اربعة واربعين زائد ايه? اكس اكس واي. ده هي حالة ايه? قليل فيلتر. فعندي هنا لو قال لي انسة. دي طبعا ديت انسة الاولى نيد طبعا ده زكر ده زكر. وده انسة. لو هي انسة بقول لي تنتي كمية هرمونات انسوية عالية. لان فينا كرموسوم زيادة صح ديت اونة. وقلنا زكر داون. لا او ان دي غلط. زكر يانمو لو سادي رقم به. ايه رايكم? اه. زكر لايه حالة مين? حالية كلين فيلتر. وبالتالي دي كمان صح يعني الاجابة الف وي بصحهم الاتنين. يبقى الاجابة معنا ديت. السؤال اللي بعد كده. جميع معيال اللي يمكن ان يارس جين دمور العضلات من الرجل المريض عادة عادة مين يا ترى? من اللي مريض هنا? الرجل خليبان. الرجل ازا ما احنا عارفين من بغرص المرض لمين? لابناء الزكور. بورصه اللي بناته بس. هندور على مين? على اللي هي الابناء الزكورة. ابناء الزكورة. يبقى الاجابة ابناء الزكور. السؤال اللي بعد كده. نحاول نحل بسرعة. اي رحلات الورصية القاتي المسؤول عن زغورها. جين سائد في الانسان. جين سائد في الانسان. طب نشوف كده الاختيارات اللي هي عندنا. نشوف الاختيارات. احنا عاوزين جين سائد. صلع وراسي طبعا هيدي الاجابة. صلع وراسي. هيموفاليا. متنحيا. متنحي. متنحي. خمسة الخمسين. من اسباب الشزوز الكرموسومي في الانسان. اول حاجة. زيادة كرموسومات الجسدية. اي رأيكم. زي حالة داون. اه خمسة اربعين. اي بصح. تمام. نقص كرموسومات الجنسية. زي حالة تاينر. ماشي صح. زيادة كرموسومات الجنسية. زي حالة مين? كلين فيلتر. اي بصح. اي بكل ما سبق. تتشابه حالة تاينر. حالة تاينر. وحالة كلين فيلتر في يطرف ايه الطرز الكرموسومي هل شكلهم زي بعضه طبعا لا الكرموسومات مش شكل بعضه احنا عندنا تاينار 44 زائد X0 تمام قال هنا الفلتر 44 زائد XXY هل ده شكل ده طبعا لا سبب الشزوز ولا عدد الكرموسومات ولا طول قامة هم قصيرين وبالتالي ده لأ عدد الكرموسومات هنا كم 45 هنا 47 لا سبب الشزوز بنختار المصاب بحال الكلان الفلتر اللي هو قلنا عليه ده يعاني من العقم بسبب بسبب يا ترى التأخر العقلي لا نمو الاطراف لا غياب الخلية مولدة لحانات المنوية طبعا دي الاجابة 58 عدد الكرموسومات الجنسية الموجودة في خلية جلد زاكر كلان الفلتر مش ده خلية جسدية ولا جنسية مش ده زاكر كلان الفلتر طيب هنا بسألنا على مين عدد الكرموسومات الجنسية الجنسية جنسية كان قدامي ثلاثة هم قدامي هم واحد اتنين ثلاثة يبقى ثلاثة 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 يبقى اللي جابة ألف السؤال البعادية عند تزوى رجل سليم عمى الألوان سليم ماشي من امرأة مصابة بعمى الألوان فإن نسبة ظهور هذه الحالة تكون طيب نعملها بسرعة كده وعند دلوقتي مين الرجل ايه رجل سليم من عمى الألوان الرجل اكس وي يبقى الرجل عندنا اكس وي وي قال لي سليم هنا قال لي الرجل ايه قال لي الرجل سليم يعني نعمله اللي هو سي كابتل تمام ده الرجل سليم تمام امرأة مصابة بعمى الألوان مصابة يبقى اكس اكس واللي اتنين سي سمول عشان مصابة دي الام الام هنطلع اللي هي الامشاء بتاعتنا اكس سي كابتل وي وده هنأخذ واحد منهم ده مع ده يبقى اكس اكس سي كابتل سي سمول ده مع ده اكس واي سي سمول طب اللي تال عندنا ده دي انسى تمام ده زكر انسى وزكر حلو ده مصابة ولا لأ ده حميلة للمرض يعني سليم وده مصاب نشوف الاختيرات اللي عندنا كده اللي هنا بقول لي عند تزوج خلاص ماشي فتكون فإن نسبة ظهور هزي الحالة اللي هو المرض يعني مين المريض ده عندنا اللي هو الزكر اللي هو مين الزكر هو اللي عندنا ايه هو المصاب اللي هو انسى السليمة زي ما احنا اتفقنا تمام طيب هندور على الزكور الزكور كل الزكور يبقى ايديت يبقى كل الزكور مصابة يبقى ايه مصابة ايه اللي اجابة الصحة السؤال اللي بعد كده عند تزوج رجل سليم هيموفيليا من امرأة مصابة رجل سليم رجل سليم هيموفيليا نعمل عليها لاتما اسألة برده بصورة كده هيموفيليا انا استخدم رمز اتش عندنا اللي الرجل يبقى اكس واي اللي سليم يبقى اتش كابتل تمام هذا الرجل من امرأة مصابة بالهيموفيليا امرأة مصابة يبقى اكس اكس مصابة يبقى تمام طيب ننزل الامشاك بتاعتنا هناخد واحد من ده ده مع ده يبقى اكس اكس كابتل سمول ده مع ده اكس واي اتش سمول طبعا ده انسة وده زكر ده مصاب وده يتحامل المرض يعني سليم شوفوا الاختيارات اللي عندنا الاختيارات عند تزاوج خلاص بقول لي هنا فان نسبة ظهور زكور السليمة السليمة فيه زكور السليمة قدامي ده دي انسة حاملة وده زكر مصاب يبقى فيه لا ما فيش يبقى عندنا اللي جاب ها اللي جاب كم سفر طبعا يبقى اللي جاب عندنا سفر سؤال اللي بعدي اختلف الكرموسوم اكس عن الكرموسوم وي فيه يطر ايه شكل اه في شكل عندنا اكس كبير ده صغير حجم اه تمام برضك الحجم ده احنا اللي سألين عليه النوع الجينات كل واحد بيحمل الجينات مختلفا التاني بايزا جميع ما سابق اه اتنين وستين الزاكر الذي يعاني من الهموفيلية الزاكر الذي يعاني من الهموفيلية مريض بالهموفيلية طب هل العب بيورسله المرض لا ما يفعش ورسوله بيورسله البنات وبالتالة ديات لا والدته مريضة اه ياخد المرض من امه والدته حاملة لجين اه ممكن برضه يبقى الاتنين دول صح بالنسبة لبديل اجابة تمام الهموفيلية مرض يسببه جين طبعا جين ايه متنحي طبعا جين ايه متنحي نجي السؤال بعد كده تزوج رجل اصلع من امرأة شعراء طبيعي رجل اصلع اصلع اللي نعمل علي اتما نسأل قال لي هنا ايه كلاهما متابعين اللقاحة يعني متابعين اللقاحة يعني نعمل واحد بالشكل ده مجاب والتاني لا كده اسمه متباين طبعا ديات اللي ايه ده اللي هو عندنا اللي هي الرجل اصلع الانسة نعملها بنفس الطراز الجيني اه بس هنا بالنسبة لها هيكون شعرها سليم دي انسة تمام هننزل كده اللي هي الطرز النزل اللي شاهد بتاعتنا كل واحد لوحده يعني نفس الكلام اول مع اول موجب موجب ده 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 طالع لماذا اربعة فراط زي ما احنا شايفين طيب هنا بيسأل على ايه بقى فهنا نسبة ظهور الصلع بين الزكور نسبة زهور الصلع بين الزكور فين الاصلع في الزكور ولا لو ده اه لو ده زكر هيكون اصلع لو ده زكر يكون اصلع بنسبتهم كم 3؟ 3 من كم كلهم 4؟ يبقى 3 على ايه؟ 3 على 4. يبقى الإجابة 3 على 4. 365. إذا كان أب وأم شعرهم طبيعي وأنجبها طفل زكر أصلع. تمام؟ فمحتمال إنجاب أنسة عادية الشعر. فمحتمال إنجاب أنسة ايه؟ عادية الشعر. أب وأم شعرهم طبيعي. الأب والأم شعرهم طبيعي. طيب نعملها عليك مسألة بردك. لو الأنسة عندنا هيكون الشكل ده. دي أنسة. تمام؟ طيب. والزكر قال لي شعره طبيعي. ما فيش الإحتمال واحد بس. ده الزكر. تمام؟ نزل الأم شاك بتاعتنا. هناخد واحد من ده. طيب ده مع ده. يبقى موجب. وده مع ده. طيب ده لو زكر. ناخد كده أول حاجة اللي هو هي زكور. لو ده زكر هيكون سليم. لو ده زكر هيكون أصلع. تمام؟ طيب لو هي أنسة هيكون سليمة. لو هي أنسة هيكون سليمة. طيب بيسان على مين دلوقتي؟ فإن إن جاب أنسة عادية الشعر. عادية الشعر. اللي أنسة عادية الشعر قدامي ها. نسبتها كام؟ هي النصة. خمسين في المية. نسبتها كام؟ خمسين ايه؟ خمسين في المية. يارب يكون فهمنا؟ يارب يتوفيق كده؟ إن شاء الله شوف كل السنة الجامعة مشيت ربنا في سنة تانية كلنا يا رب. تمام؟ وبالتوفيق والنجاح لجميع. ما تنسوناش بصلاح دعوكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.